سوندوس كانت بتنادي على سوكا سوكا يا سوكا انت يا بيت تعلي اقولك على المصيبة اللي حصلت ايه مصيبة ايه ها ردي انا عارفة انك فتنتي علي يا فتانة وربنا منا ده ده اخلاصي اقولي في ايه الاسعاف جت واخدت الاستاذ معتز شكله كده بيفرفر يا بيت يا سوكا هتروح السجن يا خرب بيتك يا لهوي هو مات مش متأكده هو كان عمال يتلوي ولا كأنه عده تمساح كله من الزفت اللي حطته له في القهوة طب اسكوتي خلص لحد يسمعك وتعلي طب نشوفي ايه اللي حصل وعند معتز وعماد معتز قال اه اه يا عماد مش قادر مصرين بطني بتتقطع مش قادر طب قولي انت اكلت ايه يعني خليك عامل كده ما احنا فاطرين مع بعض وما كلتش حاجة تانية غير بس شربت القهوة دي طب ما يمكن البوني كان بايز لا انا حاسس ان اللي اسمها سوكا دي حطيت لي سم ايوه هي عايزة تموتني يا عم مش للدرجاتي وبعدين الدكتور قال دول شوية ماص وهيروحوا لحالهم اه مالك لله سوكا مالك لله بطني ماش قادر والباب اتفتح وسوكا دخلت ومعاها سندس وقالت ما انت زي القير دهو امال بيقولوا ليه عليك بيه فرفر ايه ده امسكها يا عماد امسكها وابلغ البوليس ايه ده يمسكني ايه انا كنت جايبلك ورد خدهو سوكا حبفت الورد في وش معتز وعماد واقف عمال يضحك ومعتزت غاز وقال ايه القرف ده ده الورد ده بريحة ايه ده راحت وحشة قوي ده بريحة الزرنيخ انا اول مرة اشوف ورد معفن كده معتز رمى الورد وقال امسكها يا عماد وابلغ البوليس بقول وسوكا ربعت ايديها وقالت يا السلام وهتقوله بقى ان شاء الله زعلان عشان جايبلك ورد خلاص بقى يا معتز هيا ما تقصدش وانت يا انسة سندوس خدي الانسة سارة وارجعها لشغلكم تقبرني دخيلك وسوكا دربتها علي كتفها وقالت انجري قدامي يا بيت وبطلت سبيلي للجدع كده هتفضحينا ده انت باين قوي بجد خلاص اوكي هاخد بالي بعد كده سوكا وصندوس رجعوا عالشركة يا سلام ده الوادي الاستاذ عماد ده تلاحل وحلاوة اه حلاوة مولد النبي بيت اتعدلي كده وانشافي احنا مش بتوع الكلام ده جرى ايه سوكا وانا يعني ماليش نفس احب واتحب لا مالكيش واخليكي في شغلك بس يوه طيب وتاني يوم معتز كان في العربية ورجع مع عماد البيت بقولك يا عمدة ما تسيبني نام هنا شوية يمكن استعيد صحتي نامت عليك حيطة العربية دي هتتحط في الجراج ومش هتطلع غلب ونواس طب لففني بيها لفة وحيت ابوك لا ولا ولا انا مش مستغني عن عمري المرادي اصلاك انت فقري على فكرة تشكر يا زوق وعندي سوكا وصندس كانوا في الشركة بيت وقفة كده بتفكري في ايه هو مش لو العقود اللي احنا مدينة عليها دي ولعت مثلا يبقى كده خلاص صح سوكا انا مش مرتحالك ولنا والله الشيطان ابنك جزمة ده بيديني افكار معببة لا يا سوكا اغذي الشيطان ابوس ايتك لا 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 خلينا جنب الحيط احسن يا سلام يعني انت عاجبك مرموتتنا دي ده احنا خلاص ما حصلناش عمان النظافة اه والله انا بعد ما كنت مدرسة وبيتدرب فيها المسل بقيت ممسحة في الشركة وكله من تحت راسك حرام عليكي وسوكا راجعت من الشغل وكانت قاعدة حطة رجليها في مياه وملح وبتقول اه اه ياني اه يا فكاكيع رجلي اللي وجعاني ياني كمالي كمالك بس يا بتي يا سوكا ومال الشغل ده ما انت كنت قاعدة ستوتا هانوما اكلة وشربة بلاش وجدت حنان وقالت يا لهو يا بتي يا سوكا انت الجننتي قاعدة بتكلمي نفسك ايوة ماما من غلبي بكلم نفسي طب اعملي حسابك احنا خلاص هننقل للشقة الجديدة بكرة اه اه ياني يا صواب اياني طب بقديني بقى العنوان عشان اجيلكم على هناك بسي بقى عشان نبقى كده على نور ابوكي قال انه لو عملت يمصيبة تاني من مصايبك دول هيكرشك من البيت اه مهو مش هندور على شقق تاني اسكوتي هو انا مقلت الكيش انا طبت خلاص اه والله ده انا مستني يا الاس دال ينشف وقوم اصلي واحد وستين رقع لللبس مهو بتي يا سوكا انا مش مستريح لك انت تعبانة ولا حاجة يا بيت وجه زياد وقال سوكا شوفيلي معاك متين جنيه سلف اصلي محتاجهم ضروري قوي وانا لو معايا المتين جنيه دول كنت قاعدت القعدة دي يخرب بيت غبائك امال كنت هتقاضي ازاي يعني كنت هحط رجلي على رجلي طبعا دول متين جنيه مش اي حاجة يعني وزياد حدفها بالمخدة وطالع يجري اه يا غبي حيوان وتاني يوم في الشقة الجديدة سوكا قالت الله ما الشقة حلوة يا ماما اه حلوة بس يا رب تكون اخر شقة اه احنا مش نوين نعزل تاني ايه ده ايه صوت الدوشة اللي جاي من تحت ده الجيران اللي تحتنا شكلهم بيحبوا الفرفشة ماناش ده واحنا طب انا عايزة نم دلوقتي هنام ازاي يا ماما وجه زياد وقال الله انا حبيت الشقة دي او يا ماما ليه بقى يا محروس اصلا وانا طالع قابلت حتة واحدة عالسلم ولما عارفت اني ساكن جديد صممت تدخلني شقتها جيران ولاد اصول صحيح اه انا فرحت قوي اول ما شفت الرقاصة دي قالتلي انها تعزمني كل يوم اصهر عندها بس بشرط قالتلي هتابوك وسوكا ضحكت وقالت ابا بقى اللعب دي العملية هتوصل للبوس لحيجوزك يا حنان وحنان بغيز وربنا لنزل للولاية دي اعرفها مقامها وسوكا مسكت حنان وقالت ايه دي حنان ايه دي بلاش جنان وبلاش نخسر الشقة ده احنا لسه اول يوم وبعدين يعني لما يكون جراننا عوالم دي حاجة حلوة مش وحشة حنان طلعت تليفونها واتصلت على جوزها بقولك ايه يا محسن انت تيجي وملكش دعوه بالجران اللي تحت خالص اللي حصل تاني سوكا عملت ايه ما عملتش حاجة ملكش دعوه بالناس اللي تحت وخلاص سامع حاضر حاضر وتاني يوم جرز الباب ران زياد يا زياد ولا يا زياد قم افتح شوف مين لا انا رجلي وجعاني قم انتي لا انا اجازة النهاردة مش هفتح الباب الله والعلاقة يعني وجات حنان وقالت عوض علي يا رب ياريتني كنت خلفت جزبط على اقل كانوا نفعوني يخرب بيوتكم حنان فتحت الباب وكانت صاحبتها نوفا اللي سلمت عليها ودخلت وبعد وقت كانت سوكا قاعدة معاها وحنان مشغولة في المطبخ يعني انتي يا طانتوا وسكا من عمه بردقوش ده أها إلا واسكة يا بات ده أنا مجوزة عنده بنات العلة كلها لا يا طانت أنت فاهمة غلط أنا مش قصدي كده خالص أنا مش عايزة تجوز أصلا أنا عايزة ترفض يا لهوي ده إيه العباد ده أنا عمري ما سمعت كده البنات كلها بترسم على صاحب الشركة وتتجوزوا لا أنا بوصفقر ما تقلقيش وجات حنان وقالت طل عمرك بوصفقر طلع لعمتك منها لله وسوكا قربت من نوفا وقالت طمت نوفا إيه هتطلعي السر لما بنا ها نوفا هزت راسها وسكتت وتاني يوم سوكا راحت لبردقوش اللي كان قاعد أم ولع البخور وعمل جوش عوزة سوكا أول ما شافته قد صدمت وقالت عم حسين الحرامي أنت إيه اللي جابك هنا بردقوش هتوطر وقال حسين حسين مين أنا بردقوش لا أنت حسين هو أنا هتوح عنك أنا إيه ما كنت برقبك وإنت بتسرق الجزم من الجامع يا بنتي إيه ده يخلق من شبه أربعين يعني ولا أربعين ولا أربع واربعين أنت حسين الحرامي ده أنا مسلمك للبوليس بإيدي آخر مرة اسطر علي إلهي تنستري وربنا أبدا وبعد شوية كان البوليس بيقبض على بردقوش اللي كان بيعايته بيقول منك لله يا سوكا يا بنت أم سوكا أنا مش عرفت العتي لبنان حرام عليكي حظك المنايل بستين نيلة اللي بيوقعت تحت إيدي يا رجل يا نصاب أشوفك يوم يا رب يلا يا عسكري خد الرجل المهبول ده من هنا قف القرف ده والبوليس أخد حسين ومشي وسوكا وقفت تتفرج على المكان وطلعت تليفونها واتصلت على سندوس بنت يا سندوس تعالي بسرعة عايزكي في حاجة مهمة لا أنا أجازة النهاردة وعايزة نام نامت عليكي حيطة بيت أمي كده خسلي وشك العاكر ده وتعليلي على العنوان اللي هبعته لك دلوقتي وبعد ساعة سندوس جات وقالت ها قولي بقى عايزة ايه تعالي كده شفي أنا لقيت ايه سوكا كانت مسكة كتاب وسندوس خافت ورجعت لورا وقالت ها يامي ايه ده كتاب الأسلوب الحديث لتحطير الجن والعفريت يخرب بيتك ايوة تعالي نحضر واحد وهو نخليه شوف طلباتنا بنت يا سوكا وفريدي حضرناه ومعرفناش نصرفه يوة أنا أصلا مش مصدقة تعالي نجرب وفعلا سوكا وصندوس فتحوا الكتاب وبدأت سوكا تقول التعويز سدت جون السق قبلون سبوع ألبوم ستين أمازون سوي أرانب هيه بيت يا سوكا هو مش ده كان أعلان أحمد حلمي ايه ده استني يا سندوس الحقي ايه الدخان ده ها العفريت بيطلع من الكتاب الحقي يا بيت وسندوس ايه ده يا لهوي يا لهوي هيلبسنا منك لله يا سوكا يا بنت أمو سوكا تعالي نجري من هنا يخرب بيتك شبك لبيك شمشون ملك ايديك ايه ده يا حلاوة ايه اللي بيحصل ده وحبا سندوس وسوكا واقعوا وغموا عليهم وبعد وقت سوكا سحيت وبتبص حواليها ولقيت سندوس نايمة جنبها وصحتها بسرعة وقالت بيت يا سندوس ايه المكان ده احنا جينا هنا ازاي وصندوس سحيت احيه العفريت تلعب جد منك لله يا سوكا يكيب انت طب قومي قومي بنا نمشي بسرعة ودي واحد وقال انتم مين وبتعملوا هنا اوه ربنا يا حاجة احنا مش عارفين حاجة احنا عايزين نروح انتم جيتوا هنا ازاي ما نعرفش احنا سحينا لقينا نفسنا هنا طب تعالوا ورايا ومشوا وراه وصندوس بصوت واطي سوكا انا خايفة قوي افردين الراجل ده حرامي وهيخطفنا يخرب بيتك يا سلام وانت اللي هيخطفك يعني هيعمل بيك ايه ده انت اعضائك كلها على بعض كده ما تجيبش تلاتة جنيف في سوق الاعضاء ايه لها بلده والراجل واقف عند باب وفتحوا واول ما فتحوا دخل وسوكا وصندوس دخل وراه واتفاجأوا لما شافوا العفريت قدامهم شبك لبك شمشون ملك ايديك يخرب بيتك خط بيتنا بتي يا سندوس وصندوس ما استحملتش وغمو عليها تاني عجبك كده يا عفريت الكلب انت اول بيت ماتت مش كنت تزمر ولا تصفر قبل ما تظهر لنا يوبا وبعد وقت سندوس سحيت ولقيت نفسها نايمة في البيت وفي قودتها وخرجت من القودة وسألت مامتها ماما يا ماما هو انا انا جيت هنا ازاي مفيش سوكا قالتلي انت كنت تعبانة ونمت في الشغل وهي شلتك هي واحد كده شكله غريب وجابوك الهنا نمت طيب انا هتصل بسوكا يا ماما هتصل بيها سندوس اتصلت بسوكا اللي كانت قاعدة على البحر وبتشرب عصير صباح الخير انت فاتك حاجات كتير قوي بيت يا سوكا انت فين ويكون العفريت عملك حاجة لا يا بيت ده عفريت ابن حلال طب قوليلي انت فين دلوقتي عشان اجيلك انا في المالديف مش قلتلك عفريت ابن حلال وفجأة الخط قطع والدنيا ضلمت سوكا فتحت عينيها وبصت حواليها ولقت نفسها في البيت يو ايه ده انا ايه اللي جابني هنا بس ودخلت حنان بيت يا سوكا انت ايه اللي رجعت متأخر كده يا بيت اه اصلا انا كنت في المالديف بقولك ايه ما شفتيش عفريت هنا ولا هنا عفريت ايه الشر بره وبعيد اعوذوا بالله طب امام اطلعي بره بقى واسبيني الوحدي يمكن يعني ارجع تاني وسطك سمك يا رب عوض علي يا رب يا رب البيت تتحبلت بين عليها يا خرب بيتك والحد هنا خلص الجزء ده ويا ترى سوكا وسندس هيعملوا ايه تاني وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة اشتركوا في القناة